دخلت إلهام شهين في نوبة بكاء هستيري بعدما انتهت من تصوير أحد مشاهدها في مسلطلها الجديد قضية معاني الوزيرة بسبب أداءها لمشهد يفترض أن تتعرض فيه للإنهيار بعد أن يطلقها زوجها وبالفعل اندمجت الفنانة المصرية كثيراً في الدور وظلت تبكي حتى بعد انتهاء التصوير مما تسبب أيضاً في بكاء مخرجة العمل رباب حسين التي حاولت تهدئة إلهام بعد هذا المشهد الذي يعتبر من أهم مشاهد إلهام في العمل ومن المعروف أن إلهام تميد إلى تقديم هذه النوعية من الأدوار التي تجسد معاناة المرأة التي تتعرض للخيانة أو الانفصال وكانت الفنانة قد بدأت مؤخراً تصوير مشاهدها الداخلية في ديكور الفيلا حيث تقتل في سياق أحداث المسلسل إذ تجسد شخصية وزيرة تنتمي إلى أسرة عريقة ويشارك إلهام البطولة يوسف شعبان، مصطفى فهمي، تامر هاجرس ونادا باسيوني ومي نور الشريف ومحمد كامل وأميرة العيدي المسلسل من تأليف محسر الجلاد ومن إخراج رباب حسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة